في هذا المكان وقعت إحدى أكبر عمليات احتجاز رهائن في تاريخ فرنسا قام حينها شاب من مالي بحماية الرهائن من إرهاب يصفه هذا الشاب المالي المسلم بأنه أبعد ما يكون عن الإسلام الحقيقي وتعاليمه السميحة هذا الشاب المالي يدعى الحسن بتيلي ورغم مرور سنوات على الهجوم الإرهابي فإن صورته لا تفارقه يومها كان يقوم بترتيب البضائع في قبو متجر المنتجات اليهودية ويتهيأ للذهاب إلى صلاة الجمعة هرب الرهائن من المهاجم وهو أسود البشرة ولجأوا إلى القبو فوجدوا شابا أسود البشرة أيضا فظنوا أننا شركاء بذلت جهدا لإقناعهم بالوثوق بي وخبأتهم في الثلاجة بعد أن فصلت عنها الكهرباء أطفأت الأضواء وطلبت منهم إطفاء رنين هواتفهم اتصلت بصديق ليبلغ الشرطة عن عمليات احتجاز رهائن ثم خرجت عبر ممر البضائع الشرطة ظنتني إرهابي سألوني عن عددنا فقلت عشرين فقالوا عشرين إرهابيا قلت لا عشرين عاملا أنا لست إرهابيا طلبوا مني الانبطاح أرضا وبعد أن تأكدوا من هويتي رسمت لهم خارطة المتجر ومداخله ومخارجه وعطيتهم معلومات حول مكان الإرهابي ومخبأ الرهائن شاءت الأقدار أن ينقذ هذا الشاب المالي رهائنا كان يحتجزهم مهاجم من مالي يدعى أحمد كوريبالي يصفه باتيلي بالإرهابي الذي لا يعرف الدين الإسلامي ومحبة الآخر الإرهابي وأنا نحن من نفس المنطقة في مالي الفرق بيننا أنني ولدت هناك ونشأت على تعاليم الإسلام السمحة وهو ولد في فرنسا ونشأ فيها لكنه بالتأكيد لا يعرف الإسلام فهو دين سلام ومحبة وحوار العيش المشترك هو معرفة الآخر وقبوله بالفعل لا بالقول حصل الحسن باتيلي على عدة أوسمة أبرزها من بابا الفاتيكان والمنظمات اليهودية وتكريم من الرئيس الفرنسي السابق فرنسو أولاند الذي سرع في إجراءات منحه الجنسية الفرنسية عندما وصلت إلى الإليزيق قال لي الرئيس أولاند أهلا بالفرنسي المفضل لدي فنظرت حولي لم أعرف أنه يقصدني خصني البابا بوسام يحمل بركته سيظل معي كل حياتي بعد أربع سنوات على الهجوم يدير باتيلي جمعية ترسل تبرعات لمدارس الأطفال بأفريقيا يعمل عبرها على التوعية بأهمية التسامح ووثق التجربة التي عاشها في كتاب عنوانه نستو بطلا عزغري بسكنيوس عربية تاريس